ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم لمية من قنيتي مطبخي مطبخ لمية هامل معاكم النهاردة هنشيل بقى القلقاس بالسلق بتاعه ده السلق اهو انا مقطفاه وغسلاء ومصفياه ودي كزبرة خضرة ومعايا تقريبا راستون كبيرة هنشيل بقى القلقاس يبقى جاهز عندنا طول السنة الرمضان لأي وقت طب خواه هيبقى في منتهى السهولة كده بقى وهو متشيل بالسلق بتاعه مش هيخد اي وقت اول حاجة هنعمل السلق هنعمل ايه هجيب معلقتين سمنة كبار كده وهنزل فيهم لان انا عاملة كمية كويسة يعني وهنزل فيهم بكل كمية السلق بتاعتي طبعا هو بيبقى كتير كده وهيش في الطاصة اول ما بيشم النار بس بينزل للربع يعني عامل زي السبانخ كده بالزبط هقلبه تقليبة في السمنة كده وبعدين انزل عليه اللي شايفين قال لي ازاي قال لي خالص هادي كل كمية السلق بتاعتنا دول كانت كمية مش قليلة حوالي اه تلت تلت حزم انا كنت عاملة تلاتة كيلو تقريبا او اكتر من القلقس يعني تلت حبات كبار ممكن نقول لكل حبايا حزمة كبيرة من السلق وزيها كوزبرة لان الكوزبرة انا باخد الورق بس تمام وادي كوزبرة هبدأ اشوح كله مع بعضه ونشوف هنعمل اي تاني شايفين بقى الكوزبرة والسلق قال له خالص في الطاصة حتى بدأوا ينزلوا ميتهم اهو هنزل بقى بالتوم دي راس توم كبيرة او يمكن اكتر بنزلوا صحيح كده مش بقطع ولا اي حاجة هفضل بقى اقلب فيها وحمرها انتو بقى برحيتكو عايزين تحمروها قوي ما تحمروهاش دي الحاجة بتاعاتكو بس انا بحب لونها يبقى اللون الزيتي الفاتح ده عشان ناخد لون صح ومزبوط لطبق القلقس يبقى لونها صح دي طريقتي في السلق بسيطة يعني الطريقة القديمة انا من اللي بضربه يعني مش بضربه قبل ما حمره ولا باخد العصير بتاعه ولا اي حاجة من دي انا بحمره على طول عشان كل فايدته تبقى فيه ما تنزلش وبيبقى لون الطبق حلو جدا تمام اهو انا حمرته وشوحته اهو بفضل احمر فيه كده حاوليكو بقى لغاية ما يوصل لانهي مرحلة شايفين هو كده تمام قال لي تماما التوم بدأ يتحمر هو كده مش محروقة لأي حاجة هو اللونه زيتي تقريبا هو ده اللون الصح المزبوط بتاع السلق عايزين تحمروه اقل من كده براحتكو اللي يريحكو ده اهو التوم تحمر يعني ممكن تخلوه افتح من كده براحتكو انا بحبه متحمص قويس هنعمل ايه هناخد بقى السلق بتاعنا والجمال ده كله نضربه في الكبه لفة واحدة بس عشان ما ينزلش الميا بتاعته ولا يبقى عمزة العصير هتديله لفة كده طيب معدناش كبه معدناش اي حاجة منطقة بساطة البساطة ممكن ندقه يعني زي زي ما امهاتنا كانت بتعمله زمان بس خلاص انا اديته لفة واحدة اهو شايفين دي العجينة بتاعت السلق بتبقى خشنة كده عشان ما ينزلش ميته تمام لان انا حشيل كل اكلة من القلقاس بقطعة السلق بتاعتها بحيث ان ساعة الطبخ يا دو بقى حط القلقاس والسلق ويستوي وشوية كزبرة خضرة وخلص طبخه مش بياخد ربع ساعة بقى لما بيبقى جاهز عندك ادي القلقاس بتاعي انا مسحته كويس قوي وقشرته بفوتة من الدية كده وقشرته وجبت وده اهو السلق بتاعي خلاص جاهز وجبت القلقاسة بعد ما قشرتها فوتة نظيفة بقى ومنزيل وبقى مسحة كويس اهي نظيفة وزي الفل بصوا بقى يا جماعة بالنسبة القلقاس دي راحات نفسية اللي يريحكم انا ما بخسلش القلقاس خالص عايزين تخسلوه براحتكم هو مهما بيتغسل ما يعني ما بينضفش وكمان فايدته كلها بتروح كده بيقلب على بطاطس انتو عايزين تخسلوه اللي يريحكم بقطعوا ترانشات كده واخدها فوق بعض بحيث ان المكعبات كلها تبقى على قد مقدر وبخزنه ازاي بقى كل صمرة بعملها في كيس او في اكلة او ممكن على كيسين اللي يريحكم بس المهم ان ما يبقاش في صمرتين على بعض في نفس الكيس او نفس الطبخة عشان بس التسويه طبعا في ناس كتير عارفة الكلام ده بس ايه للي ما يعرفش خلاص زي ما قلتلكم بقطعوا ترانشات اهو بحطوهم فوق بعد كده في ثواني بتلاقي نفسك خلص دي وبخزن سمرة سمرة اه لوحدها تمام خلاص تمام كده احنا خلصنا القلقس بتاعنا بجيبه بحطه في طبقه بحط على السمرة لمونة واحدة بس بحب بحط لمونة قبل ما شيله اه وقلبه كده تمام واحد اعبيه في كيسه معايا قطعة السلق اللي تنزلو انا كمية السلق التاعتي اللي عملتها اسمتها على ثلاث اجزاء زي ما انتوا شايفين عشان احط في كل اكلة قطعة تمام بجيب حطة السلق كده واحطها في كيس بلاستيك لوحده كده عايز اقول لكم هيقعد معاكو فترة طويلة ويقعد معاكو طول السنة وهيتعامل وبيبقى يعني زي الزبه وده انسب وقت هو بيتعامل من يناير كمان يعني يا دوب اللي عايز يشيله الاس يا دوب دلوقتي لانه خلاص تمام خلاص احنا كده خلاصنا اهو انا بقى بيف كيس وحبدأ احط قطعة السلق باقنا بس كده اهو بس بقى جهز عندنا ينفع في رمضان ينفع في اي وقت طول السنة يتطبخ في عشر دقايق مفيش اسهل من كده ولا احسن من كده طريقة سهلة وبسيطة يعني مش يعني مش هتاخد وقت خالص خلاص ادي اول اكلة وادي التانية وانتو بتعملوا السلق يا جماعة حطوا كمية سمنة كويسة انا كده بكتفي بالسمنة اللي موجودة في السلق خلاص ما بحطش تاني ساعة الطبخ وبكده اهو خلاص خلصنا سريعا كده اتمنى يا رب لو طريقتي في القلقاس وتخزينه عجبتكم تجربوها وانستنية رأيكم وتنسوش اللايك والشير وسبسكراب مستنية تعليقاتكم الحلوة واي سؤال وما فيش حاجة واضحة جربوه بقى بقى الفهنا والشافة كل سلم تطايمين اشتركوا في القناة